طيب احنا اتكلمنا عن جانب التسليح في هذا التوقيت امكانياتنا كانت محدودة وقدراتنا كانت محدودة لكننا تفوقنا بعقيدة المقاتل المصري ده البطل الحقيقي يعني هي دي نقول ايه يعني الناس ألستقل بشكل عكسي بقى من البطل الحقيقي لهذه الملحمة هرد على حضرتك كله ايه الانسان المصري ايا كان هذا الانسان المصري سواء كان مواطن ام بنتي سواء كان عسكريا او مدنين وعشان كده البسامية الملحمة ليه لانه كله قام بدوره يعني القوات العسكرية او الجيش المصري قام بدوره على اكفة واقع الناس السياسيين اللي كانوا مرتبطين بعملية التفاوض والانسحاب قاموا بدورهم ده قعدوا تسع سنين يتفاوضوا مع الجانب الاسرائيلي مجرد للانسحاب تسع سنين رجالنا المتخطصين دوي الخبرة في المجالات المختلفة القانونية والجيولوجية وخلافه عشان طابة قعدنا سبع سنين فهي منظومة شاركة فيها الجميع كل في اطار هدف واحد كيف تستطيع مصر ان تستعيد الارض والكرامة مرة اخرى